أهلا بكم في إطار تعليمه عن صلاة داود تحدث قداسة البابا فرانسيس إلى المؤمنين من أبناء الشرق الناطقين باللغة العربية والمتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت فقال إن الصلاة هي مفتاح السماء وهي السلم الذي نصعد به إلى الله حيث يعلمنا داود أن نحول إلى الصلاة أفراحنا وأحزاننا همومنا وأمالنا مخاوفنا وانتصاراتنا هكذا تصبح حياتنا صلاة وصلاتنا حيات وأضاف أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعون هذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوترس في نهاية هذه المقابلة سنصل معاً صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرنسيس تكلم قداست البابا اليوم عن صلاة داود في إطار تعاليمه حول موضوع الصلاة قال قدسته اختار الله داود الذي كان راعياً لماشية والده يسا كان داود يعتني بالماشية ويدافع عنها عند الخطر ويؤمن لها طعامها وعندما طلب الله منه أن يهتم بشعبه اهتم به بأمانة كما كان يفعل قراعي وأوضح البابا أن الرفيق الذي صاحب وساند داود طيلة حياته كان قثارته ففي أيام وحدته الطويلة كان يعزف وينشد لله سترافقه الكثارة في حياته وسيرفع بها إلى الله أناشيد الفرح والتزبيح والشكوى والتوبة هكذا كانت الصلاة في حيات داود تمثل الخيط الذي يوحد حتى بين تناقضاته فقد عاش داود القداسة والخطيئة ودور المتهد والمتهد الضحية والجلاد هكذا أكد البابا أن داود يعلمنا أن ندخل كل شيء في حوارنا مع الله الفرح والعتاب الحب والألم الصداقة والمرض كل شيء في حياتنا يمكن أن يصبح كلمة نرفعها إلى أزان الله هذه هي الصلاة والآن تحيات البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية center فلساء Così la nostra vita diventa preghiera e la nostra preghiera diventa vita. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. السلاة هي مفتاح السما وهي السلم الذي نصعد به إلى الله. يعلمنا داود أن نحول إلى صلاة أفراحنا وأحزاننا همومنا وأمالنا مخاوفنا وانتصاراتنا هكذا تصبح حياتنا صلاة وصلاتنا حياة. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة